في عنوين نشرة الليلة دواعش إسرائيل يحرقون طفلاً رضيعاً في نابلوس سنقطع الأيد التي تمتج إلى أطفالنا الاحتلال يتأهب والضفة تنطفض والشاهد حبيب الله في الخاص بعد سبعة وثلاثين عاماً آن الأوان أن من صافر إلى إيطاليا لم يكن الإمام ورفيقه وأن من غادر لي بهم أشخاص انتحلوا صفاتي وانتحلوا شخصياتي شو صار بكفر من خار؟ شديدة عدعا لقا وفي النشرة ميغاي ماتيو غنت حافية القدمين هذه العنوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل موسيقى مساء الخير سجل أنا علي عمري ثمانية عشر شهراً رقم سجلي سبعة وستون نكبة ودهر من المجازر سجل أنا علي لم أبلغ سن رشد الحجر كي ألقي عدوي بي لم أدخل المدرسة الابتدائية لأصير فدائياً وأطرد المحتل من هوائنا من أرضنا وملحنا لكنهم أحرقوني وأنا نائم ولما أزل طفلاً رضيعاً لن أخاف وأنا أحبو وحيداً في وادي الموت فمحمد خضير سبقني إليه أحرقوه حياً وسيأخذ بما تبقى من يدي بالأمس أحرق محمداً في القدس واليوم أحرق علياً في الضفا في أفضع جريمة جديدة يفتعلها المستوطنون الدواعش بحق عائلة الدوابشة التي لن يبقى الحرق منها مخبراً إذ يقبع الوالد والوالدة والشقيق في عناية فائقة بعد إصاباتهم بحروق من الدرجة الثالثة وعلى درجة من العهر لم يصبق لها مفيل طالعنا بنيمين نتنياه قائلاً أشعر بالصدمة من هذا العمل البشع وهو عمل إرهابي بالعفة يحاضر نتنياه وهو الذي دمر غزة في الجرف الصامد وقتل وجرح أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة الطفل ويبني المئات تلو المئات من المستوطنات لعصابات عاثت حرقاً في المساجد والكنائس وفي البيوت وفي أصحاب البيوت ولم يصادف أن حكم مجرم واحد على ما فعل في حين يرمى طفل فلسطيني رشق دبابة بحجر عشرات السنين في غياهب الاعتقال وإلى غياهب التغييب تغييب شخصية بحجم وطن وعشية الذكرى السابعة والثلاثين انتظرنا بشارة الإفراج عن ملف التحقيق الليبي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفقيه فإذا برئيس حركة أمل نبيه بري يزف خبر تحقيق إنجاز مهم في القضية تمثل في إقرار القضاء الإيطالي الشهر الفائت بأن جريمة حرمان الحرية جرت على الأراضي الليبية فأين المهم في هذا الإنجاز؟ وإن عاشا للذاكرة السياسية صدر القول بعد سقوط نظام القذافي من أعلى مرجعية ليبية إذ قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي قبل ثلاث سنوات إن أشخاصا انتحلوا صفة الإمام ورفقيه وسافروا إلى إيطاليا وهم معروفون وهذا ثابت في ملف التحقيقات وإن اللبنانيين تواصلوا معنا في هذا الشأن والأمر بين أيديهم أقر الليبي واعترف عام 2012 بأن الإمام ما غادر أراضيه فلما الاستناد إلى قرار إيطالي من شهر صدر من حق لبنان أن يعرف مصير قامة بحجمه ومن حق عائلة الإمام واللبنانيين ونحن منهم أن يخرج هذا الملف من يد الشخص إلى أيدي الوطن بأسره بعدما أصبح في عهدة الدولة اللبنانية لكي لا تستخدم هذه القضية شماعة لأهداف شخصية قد تكون بدأت بوزير ليبي منع من الاستثمار في لبنان ولا نعرف أين ستنتهي لغايات في نفسين به علي فلسطيني حرق حيا على أيدي عصابات المستوطنين الصهاينة في قرية دومة قضاء نابلوس المحتلة تقرير نزار حبش لم يتركوه يكمل أحلامه البريئة صرقوا دحكته النائمة قبل أن تستيقظ صباحا ولوثوا حليبه بدخان نار حقدهم ليحرموا والدته من مهجة قلبها أبدا الطفل الرضيع علي دوابشي الذي لم يتجاوز العام ونصف العام أحرق حيا حتى الشهادة وأصيب والديه وشقيقه ابن الأربعة أعوام بجروحا خطيرة على أيدي أربعة مستوطنين في قرية دومة قضاء نابلوس المحتلة حرام أنه طفل أمر شنو نص ينحرم من أهله من أيلته من كرايبه والله عرام والله ينتكمنهم بس ياربه يعني مرعب بخوف يعني ما تصور بنيادة مولع النار فيه وجسمه بسكت لحمه بسكت سايح فيش ولا إشي يعني مش كادر شو بدي أوصف كخف فيش الليل وفي تمام الساعة الثانية فجرا تسللت عصابة تدفع الثمن الصيونية وأحرقت منزلين وكتبت شعارات معادية ثم انسحبت وتركت خلفها نارا تنهش واجسادا بريئا صوت ساعد عم بيندساعدوني يذبحوني الحكوني يذبحوني هلا أنا جيت ركض يوم وصلت هون يعني شفت منظر إشي يعني لا يوصف مرمي على الأرض هو وحرمته مرمي على الأرض صوت ابنه بيبكي جوه والنار طالع من البيت آلاف الفلسطينيين شيعوا جثمان الشهيد الرضيع في مقبرة القرية وسط دعواتا للانتقام ردا على هذه الجريمة البشعة سنقطع الأيدي التي تمتد إلى أطفالنا سنقطع الأياد التي تمتد إلى منازلنا التي حرقت ولن نقف لن نقف خانعين لن نبكي ولكننا سنواصل النضال والجهاد بكل الوسائل والطرق وتجدر الإشارة أن جريمة إحراق الرضيع علي سبقها إحراق الطفل الشهيد محمد أبو خدير حيا في القدس المحتلة قبل عام في اتساع لفت لجرائم المستوطنين التي كان آخرها حرق كنيسة تابغى على شطي بحيرة طبارية وحرق مسجد أبو بكر الصديق في محافظة نابلس الصهيونية والداعشية واجهان لعملة واحدة برأي الكثيرين عنوانها حرق الأحياء والقتل والتدمير وإلى أن يصحى العرب من خلافاتهم وويلاتهم الداخلية يبدو أن أجساد أطفال فلسطين ستبقى هدفا سهلا لعصابات المستوطنين من فلسطين المحتلة نزر حبش قناة الجديد مواجهات في القدس والضفة الغربية بعد مجزرة عائلة الدوابشة والرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد أن السلطة ستتقدم بشكوى ضد العدو الإسرائيلي إلى محكمة جنايات الدولية هكذا كان رد فعل الفلسطينيين على الاعتداء الإرهابي في قرية دومة الذي أودى بحياة الطفل الرضيع علي سعيد دوابشة وتخللت التظاهر التي سميت تظاهر الجمعة الغضب مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال لسيما في القدس والضفة الغربية وأطلقت عناصر الاحتلال القنابل المسيلة للدموع وأسفرت المواجهات عن إصابة 25 شابا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأدى الآلاف من المصلين صلاة داخل المسجد الأقصى وفي محيط البلد القديمة بعدما منعت سلطات الاحتلال المصلين ما دون الخمسين من الصلاة داخل المسجد في ظل تشديدات عسكرية فرضتها حول مدينة القدس والبلد القديمة والمسجد الأقصى ما حال دون تنظيم مسيرة داخله رئيس مجلس وزراء العدو الإسرائيلي لم يستطع يتملص من تبعات الاعتداء فوصفه بالعمل الإرهابي بكل معنى الكلمة مشيرا إلى أنه أمر قوات الأمن باستخدام كل الوسائل لتوقيف المسؤولين وإحالتهم أمام القضاء واتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وأبلغه أنه عاد جرح الاعتداء الإرهابي الذي وقع في قرية دومة عباس أعلن من جهته عزمه على التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية نحن نحضر ملف هذه الجريمة وما سبقها من جرائم فورا سنرسلها إلى محكمة الجنايات الدولية ولن يوقفنا أي شيء أو أي مانع للذهاب إلى الشكوى هناك الولايات المتحدة نددت بالاعتداء الإرهابي ورحبت وزارة خارجيتها بالأمر الذي أصدره نتنياهو لاعتقال القتل ومحاكمتهم الاتحاد الأوروبي طالب بدوره بالتحقيق في مقتل الطفل الرضيع وعائلته ورأت الممثل العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فدريكا موغريني أن قتل هذا الطفل بدم بارد يصلت الضوء على الوضع المأساوي في المنطقة ويذكر بالحاجة الملحة إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد سبعة وثلاثين عاما من تغييب الإمام موسى الصدر ما الجديد في هذه القضية؟ أي أعلان زف الرئيس نبيه بر إلى اللبنانيين في قضية تغييب الإمام موسى الصدر ففي بيان صادر باسمه أعلن تراجع القضاء الإيطالي عن قرار كان قد اتخذه عام 2005 وحمل بصمات القذافي وبرلوسكوني وقضى بحيثية غامضة باحتمال دخول الإمام ورفقيه روما وبتاريخ العشرين من تموز الحالي أصدرت قاضية إيطالية قرارا بناء على مراجعة عائلة الإمام تؤكد فيه أن جريمة حرمان الحرية قد جرت على الأراضي الليبية لكن هذا الأعلان الزفاف ماذا حمل من وقائع جديدة؟ فلنعود إلى ذاكرة السياسية في تموز يونيو من عام 2012 أجرى رئيس المجلس الوطني الليبي مصطفى عبد الجليل حوارا في برنامج الذاكرة السياسية على قناة العربية حسم فيه الجدل المزمن كمسؤول لبي أول رفيع المستوى حكم بعد سقوط العقيد القذافي واطلع على الملفات الأمنية والاستخباراتية جزم عبد الجليل قبل ثلاث سنوات من اليوم بأنه من الواضح والمؤكد أن من سافر إلى إيطاليا لم يكن الإمام الصدر ورفقيه وأنه بقي على الأراضي الليبية الواضح والأكيد من خلال التحقيقات الموجودة للمكتب النائب العام أن من سافر إلى إيطاليا لم يكن الإمام ورفقيه هذا أمر مؤكد وحقيقي وواقعي وثابت بالتحقيقات وأن من غادر لي بهم أشخاص انتحلوا صفاته وانتحلوا شخصيته وشخصيته هذه المعلومات بلغها مصطفى عبد الجليل لجنة لبنانية قضائية وعائلية وترك للحكومة اللبنانية بقية التفاصيل وكان في عداد اللجنة وزير الخارجية السابق عدنان منصور قضاء الإيطالي اليوم يأتي ليضع حد فاصل يعني لم يعد هناك من مجال أمام السلطات الليبية في السابق أو حاليا أن تقول أن سمحت الإمام غادر الأراضي الليبية وهذا شيء إيجابي جدا فيما يتعلق بالقضية ككل وهذا أن القضاء الإيطالي أكد فعلا للجانب اللبناني وأكد للعالم وأعطى الحق أيضا للجانب اللبناني أنه ما قدموا من أدل دامغة ومن أثبتات ومن وقائع ومعلومات يعني تؤكد فعلا أن الإمام لا زال على الأراضي الليبية هو ورفقه على صعيد أولياء الدم وأرباب القضية فإن النائب السابق حسن يعقوب نجل الشيخ المغيب محمد يعقوب تولى هذا الملف تحت عبارة أمحمد جدك أم جدي وقد اختلف مع لجنة المتابعة سابقا لأنها غيبت القضية وزادتها غموضا يعني الحقيقة أنه مش إنجازها إنجاز عظيم يعني بعد سبعة وثلاثين سنة تقريبا أنهم لم يدخلوا إيطاليا ولا زالوا في ليبيا نعم أكتفي بهذا القدر ولدينا تعداد في وقت قريب لكل هذه الإجازات العظيمة وما يجب أن يتم عقله فيما بعد ننخبر بعضين المحبين الحقيقيين ما يجب أن يتمفع لأجعله وبناء على ما تقدم فإنما أدل به الرئيس نبيه بر بالأمس أكدته السلطات الليبية ما بعد القذافي عام 2012 فالقضاء الإيطالي لم يأتي بجديد وروما تكرر إعلان طرابلوس لكن عين التيني تكرر أقوالها بعد ثلاث سنوات هدية أي امرأة تقترن بزعيم مهرجان دولي تقريبا قبل دخول أوروبا عصر النهضة كانت الأرستقراطية عادات لتظهير رفعتهم الاجتماعية أمام العموم إحدى هذه العادات أن تلزم زوجة الإخطاعي منزلها بلا عمل تجمع حولها قرناتها ممن يسمينا حركياً سيدات المجتمع بعد أكثر من ثلاثمائة عام حافظ معظم إقطاعي بلاد الأرز على تقريد القرون الوسطى الأوروبية مع إضافة بعد لم يدركه الأوروبيون وهو ترئيس زوجات كثير من الأعيان لجان مهرجانات مناطقهم لنائب رئيس تحرير جديدة الأخبار بير أبي صعب تفسير لهذه الظاهرة الثقافة الرسمية بلبنان مثل ما بنعرفه من الاستقلال لليوم عملوها زوات عملوها أولاد وسيدات المجتمع والطبقة المرفهة فاللي بنشوفه اليوم هو امتداد جمالاً بمهرجانات اللبنانية مهرجانات الصيف على اختلافها يعني هو امتداد لهذه العقلية أبرز الأسماء المعروفة من زوجات الأعيان هؤلاء نورة وليد جملاط ولها مهرجانات بيت الدين وريمة سليمان فرنجي ولها مهرجانات إهدنيات وستريدة سمير جعجع ولها مهرجانات بشري وكان لرندن به بر مهرجانات صور ولنازق رفيق الحريري مهرجانات بيروت غير أن المهرجانين لم تقدر لهما الحياة طويلاً السطوة الإقطاعية النسائية على المهرجانات لا تفسد ضرورة الحكم على نوعية الأعمال يؤكده أبي صعب أنا من الناس اللي بفكروا أن الحكم على البرمجة هو الأساس أنه تظلم نورة جملاط مثلاً إذا تم التعاطي معها بصفتها مرت وليد باك جملاط يعني نورة بشغلة الاحترافة بخياراتها بدفاعها عن الفن بعيدة لدرجة أنه حدا ما بيتطايق مع فكر وليد جملاط ولا مع أداءه السياسة بيقدر يكون معجب فيها وبأداءه ويدافع عنه يعني إذا بدك نحن بنصل يعني البرمجة والأداء الشغلات أساسية يعني أنت لما بتحكي عن ستريمة فرنجية مثلاً بعرف أنا الهامش بعرف لأنه اشتغلت معه لأنه متابعة هدنيات الهامش قرارة هامش المحاطة فيه من المستشارين وليه بيشتغله ما قلوا علاقة بسيس السلامين باك فرنجية هلأ بالآخر هذا زعيم محلي زعيم كبير بهذه المنطقة هم يستفيد منه محلياتها البنيوية يعني إذا بدك اليوم بمعركة تفتت المنطقة وتفتت لبنان بتحافز على المؤسسات متل ما انبنت نلقس إلا اليوم على عيوبة أنت واعي أنه لازم تكون غير هيك بينفصل بلحظة زحف الجراد الأسود زحف الأصوليات وتفتت المجتمعات على المؤسسات متل ما هي علماً أنه عندك بدائل يعني مهرجان بيبلوس مثلاً ما فيه زوجة زعيم أو بنت زعيم مسكته فيه فعلاً مؤسسة جمعية تابعة على المدينة بتمثل كل الأطيافة بتقرر وعندك مدير هو الوحيد وبتحيا من خيري الكون هو ناجي باز اللي هو المدير فني شغلته ما قلوه بالحسابات ما قلوه بالزعمات مهوس مثيئة بيعفى مثيئة العالمية والعربية منية وبيبرمج كأفضل ما يكون وللحفاظ على استمرارية مهرجاناتنا وجودتها مستقبلاً دعوة عامة إلى كل مهتمة بالأجواء الفنية والثقافية للتعرف إلى أولياء العهد فوراً وقبل فوات الأوان والله ولي التوفيق جاد غصن قناة الجديد وننتقل مباشرة إلى زميل شادي خليفة وأجواء الليلة الأولى من مهرجانات بعلبك مساء الخير شادي مساء الخير سمر تفضل شادي حطنا بأجواء بعلبك يعني المنظر رائع وراك تلو عم نشوف صح صح بالفعل منظر رائع ألعة تاريخية وأسرية رائعة جداً أجواء ما ممكن أن نوصفها بكلمات اليوم انطلاق مهرجانات بعلبك وأهمية هالمهرجان تحديداً اليوم غير أنه مهرجان بعلبك العريق وغير الانطلاق مع أسماء كبيرة جداً وافتتاحية مميزة جداً تحمل عنوان إليك يا بعلبك بتعرفي سمر بأنه كان فيه مخاوف أمنية بأنه ما يقام هالمهرجان ومن سنتين نزح والسن الماضي ما كفى كل فعالياته فالسنة انطلق وسط وجود لقوى أمنية مشددة جداً مشددة جداً على الطرقات لضمان سلامة جميع يلي بدون يحضروا وبالفعل التحضيرات لبدء العرض بعد شوي كمان جاهزة معي الفنان الكبير مرسال خليفة لحتى نحكي عن هالعرض يلي رح يكون اليوم تحت عنوان إليك يا بعلبك حضرتك أستاذ مرسال تفضل رح تكون مشارك فيه بالإضافة لكمان نذكر كمان مجموعة كبيرة من رائدين رائدين بعالم الموسيقى والشعر والأداء والتمثيل أهلا وسهلا فيك شكراً بالحقيقة هي تحية لبعلبك مع مجموعة من الموسيقيين والشعرة والأدبة حابوا يعملوا هذه الافتتاحية كل واحد عامل قطعة أو قطعتين يعني من وحي هذا المكان الجميل اللي شايفينه والساحر اللي ساكنته الألهة ما بعرف إذا بعدها ساكنة ولا فلت ولا هربت أو هجروه هربت هربت صعدت إلى السماء نقلتك المرة فبالحقيقة بحس أنه كتير حلو أنه نقدم هذا الشيء ببعلبك أنا من سنتين كان عندي ببعلبك ولكن طرين أنه نعمل الحفلة ببيروت يعني شيء مؤسف محمود الرويش بيقول ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلة وبالحقيقة الحياة جميلة لازم يعني أدمى فينا نسعى أنه عن جد نعيش في هذا الظلام الواسع اللي حولينا واللي عندنا يعني اللي عاملينه اليوم هو مجموعة من الأعمال الموسيقية والشعرية أنا دوري عندي مقطوعتين أو ثلاثة بالأحرى مقطوعة الأولى هي موشحة إلى بعلبك وبدأ يغني يا نسيما الريح قولي للرشا للحلاج وبالأخير عامل تحية اللي هي بسميتها المهرجان بيعملوا عليها السلوء أو التحية هيدا أستاذ مرسال يعني هيدا المهرجان يلي عم نشوفه اليوم ياريت كمان فينا نشوف بالكاميرا بلاشت الناس كلها تدخل حتى تعبي المقاعد فأدي أستاذ مرسال يعني هالحب الحياة عند اللبنانيين هيدا المهرجان اليوم هو لبنان يلي بدنا إياه على طول وشو بتقول هون للسياسيين يلي هن مشوهين وجه هيدا البلد مثل ما كنا عم نشوف هالأزمة يلي ما حابب سميها ونحن هون موجودين اللي كانت عم تعم طرقاتنا وشوارعنا للأسف يعني الشيء بيخوف كتير اللي عم نعيشوا يعني أنه وصلت حتى الزبالي يعني أنه معقولي هذا الوطن الجميل أنه نحرق ونحن بإيدينا أنا برأي كلنا مسؤولين الآن الطبقة السياسية الحاكمة من كل أطراف يعني مش طرف واحد كلهم أنا برأي مسؤولين عن هذا الشيء مسؤولين يعني في كل الأزاريين اللي هن موجودين في السلطة هن مسؤولين عن هذا التردي بدون ما نحيط حدا بتصور أنه الناس بتمسكوا دايما بالفرح بالحياة بالحب لهذا السبب يمكن جايين من بيروت جايين من كل المناطق تيأكدوا تيأكدوا أنه أنه هذا البلد يستحق أن يعيش أنا بدأي لك موفق بأمسية الليلة إليك يا بعلبك شكرا لألك رح أتركك لتنضم للكواليس وبعدين للجمهور شكرا أستاذ مرسل شكرا أستاذ مرسل إذن سمر بس تكون عم باطحة للجميع الموسيقى اللي مشارك فيها عدد كتير كبير من أهم الموسيقيين عبد الرحمن الباشا بشارة الخوري غادر الرحبان ناجح حكيم مرسل خليفة إبراهيم معلوف زاد ملتقى جابريال يارد الشعر أدونيس طلال حيدر صلاح سيتي كمان فيه استعارات لجبران خليل جبران نادية تويني والأداء لفادي طوم بالحج هاروت فازيليان ورفيق علي أحمد وأكيد مثل ما سابق وقالت مرسل خليفة إذن هيدا الأجواء الرائعة جدا ببعلبك سمر نعم نرجع لعندك على الاستوديو لمتابعة بقية النشرة شكرا شادي أكيد كنا منتمنى نكون معك كلنا فوق كمان شكرا لك شادي خليفة حدثتنا مباشرة من بعلبك جمهور مهرجانات بيبلوس الدولية يرفض اختتام ليلة الحلم مع ميغي ماتيو فعادت إليهم حفية القدمين تقرير شادي خليفة بعد واحد واربعين عاماً عادت الفنانة الفرنسية ميري ماتيو لتلتقي بجمهورها اللبناني في مهرجانات بيبلوس الدولية في صهرة عانقت فيها الحاضرين بحنين ومشاعر طبعت ذاكرتهم موسيقى السيدة الفرنسية السيدة الفرنسية التي بلغت عمرها السبعين لم تتغير ملامحها الإطلالة والتسريحة ذاتها والصوت الجميل الذي لم تتعبه سنوات العمر فبدت ميري ماتيو وكأنها تحتفل بيوبيلها الذهبي بعد خمسين عاماً من الغناء وعلى مدى الساعتين غنت ميري ماتيو بكل جوارحها الحب والحنين والسلام والمقاومة وكعادتها كرمت والدتها مرسال البالغة من العمر 94 عاماً حيث دعتها لتدخل المسرح وتشكرها أمام الجميع ثم أشعلت المسرح بأغنية لتشكر الجمهور وتغادر المسرح إلا أن الحاضرين رفضوا واقع أن الحلم انتهى فبقي جزء منهم في مكانه وأخرون أمام المسرح مطالبين ميري ماتيو بالعودة من جديد فلبت النداء رغم أنها كانت قد أصبحت حفية القدمين لتغني من جديد مع الحاضرين قبل أن تتوارى وسط تصفيق الألاف الذين أثنوا على كرمها في ليلة لا تنسى من ليالي مهرجان بيبلوس الدولي موسيقى 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 مسرحية شصار بكفر من خار بعد ثلاثة وعشرين عاما مرت على العرض الأول والأزمة على حالها هذه المسرحية التي تشاهدونها كانت قد عرضت قبل ثلاثة وعشرين عاما شصار بيبلوس الدوليين مهرجان بيبلوس الدوليين مهرجان بيبلوس الدوليين عاما ورسالة إلى الكبار أيضا بعد ثلاثة وعشرين عاما لا يزال للمسرحية معنا وللمصادفة فإن موعد عرض المسرحية كان مقررا قبل ثلاثة أشهر أي قبل بدء أزمة النفايات ومع موعد عرضها كانت بيروت لاكفر من خارق قد فاضت بنفاياتها مين اللي بيتمرد المناخير الأنوخ مناخير المدينة فبيطيروا مناخير المدينة بيأضربوا بيطيروا من وجوه صحابهم وبيعلنوا أنه نحنا قاعدين بهالنهر عملوا اللي بدكم ياه ما رح نرجع لكم يعني هي نوع من نقد كاريكاتوري للمجتمع اللبناني وكيف هالمجتمع عم بيتعامل مع الأماكن العامة اللي هو عايش فيها وسائبت أنه نحن مبرمجين هالمسرحية لبيروت الخضرة الجميلة برا كلها بتعجب الزبالة فالناس هتموا كتير بهالموضوع وصار هيك على الفيسبوك وعلى الأشياء حملات أنه يروحوا أحضروا مسرحية كفر من خارق ويلي هي حد مزبلة طيونة الناس في لبنان تعرف المذاب اللي يمكن أكتر من المسارح في المسرحية حضر الأهل والأطفال هذه السيدة كانت من بين المتظاهرين الذين أقفلوا طريق الجي قبل أسبوع احتجاجا اليوم تحضروا أولادها لمشاهدة المسرحية جايبين أولادنا كلهم أولادنا أولادي أولاد أخواتي يعني كلنا مع بعضنا في الشيء كمان نشوفوا شو عم بيسير شو شايفوا عنا وشو عم بيهون عم بيعلموا شو عم بيسيروا الأولاد وشو فيه معطيات جديدة حلو واحد يشوف كل شيء اليوم نزل أولادك على المسرحية ممكن تنزل يوم بكرة على الطريق لا يقطعوا الطريق أنا ما بنزل يقطعوا الطريق أنا بوضح لهم بعلمهم يعني أكيد نحن بيتنا الشرع العام وعم بيشوفوا شو عم بيصير وفيما أعطت السيدة رأيها كان للأطفال أيضا رأيهم في نفاياتنا تعرف عن شو بتحكي المسرحية اللي جايته حضرية عن الزبالة عشان في كتير الزبالة ببيروت تكب الزبالة على الطريق؟ لا نكب الزبالة بمحلة ومنكبها على الطريق نتعلم طرق كيف بيوقفوا الناس يكبوا الزبالة أنه هيدا الشي بأسر للتلوث عم بي الحق؟ على البلدية في قرية كفر منخار تتمردوا أنوف السكان وتهربوا منهم احتجاجاً ثم تعود بعد اهتمام السكان بنفاياتهم أما في بيروت فلا داعي إلى ذلك فالأنوف لا تزال صامدة حتى الآن آدم شمس الدين قناة الجديد شوارع بيروت بلا نفايات والكارنتينا تغص بحملها مشهد بيروت اختلف عما شاهدناه في الأسبوعين الماضيين النفايات التي اشتاحت شوارع العاصمة اختفت بقدرة عمال سوكلين الذين أخذت شركتهم الضوء الأخضر لجمع النفايات وتكديسها في موقع في الكارنتينا يقع على مقربة منه عدد من المطاحن موقع قال محافظ بيروت نفسه إن قدرته الاستيعابية تكاد تصل إلى حدها الأقصى في الأيام المقبلة ما يعني أنه لا بد من البحث عن بديل ضمن الحل الموقت وما إعلان حال الطوارئ إلا تأجيل للمشكلة في انتظار حالة سياسية للملف برمته في مطلق الأحوال لا داعي لكي يكون اللبنانيون خبراء بيئيين ليدركوا أن الحل الموقت لا يغني ولا يسمن وسرعان ما ستمتلئ مستوعبات بيروت بالنفايات من جديد بس نتمنى أنه يشلون بشكل دائم مش شكل معقد من نهاية المنظر اللي شايفينه اللي كنا شايفينه حيرجع يتكرر إن شاء الله يكون في حل دائم للمشكلة هاي إذا ما عملوا محرق للنفايات منوا حل بالنهاية هالمحل اللي وجدوا بدوا ينتلي وين بدوا يرجع يحطوا يعني عب يشيلوا من محل لمحل عب يشيلوا طربوا شهيدة بركبولة هيدا ما برضا فيه هيدا بد حل جدري بد جدري ومحارق رسمية بد حل جدري ويحتاج العالم ترجع منه الجديد واليوم باتت تتردد فكرة تصدير نفايات بيروت إلى خارج البلاد أكثر من أي وقت مضى مع استمرار سكان المناطق اللبنانية في رفض نفايات عاصمتهم الإنحلاق قناة الجديد أهلا بكم جديد بعد ثلاثة أيام من الاعتقال الإفراج عن طارق الملاح وفراس أبو زين الدين بعد ثلاثة أيام من التوقيف في قضية التعرض لسيارة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وبعدما أسقط سائق درباس المكلف الإدعاء الشخصي على الشاب طارق الملاح وفراس بو زين الدين الدعوة عقدت المفكرة القانونية مؤتمرا صحافيا في مكتبها عقب إطلاقي سراحهما تحدث فيه الملاح عن ظروف توقيفه اللي صار أنا فالة من الاعتصان بيجو تلات أشخاص بيطلعوني بالسيارة لوان ما بعرف لوان وصلت على مدرية كوال أمن الداخلي هونيك فورا بلش التحقيق أول شي شلحوني تيابة كل التحقيق أنا مطمش طريقة التعامل معنا عن جد لم أعرف لمين بد أحكي لمين بد أقول يا عايب الشوم على هكذا تتعامل مع أشخاص كأنه إرهابية حتى وقتها جيبونا من أصر العدل من المدرية على أصر العدل مطمشين فيه شي سبعة مانح ولينا السجنة اللي هونيك اللي شفونا قالوا لنا نحنا فكرنكم إرهابية جايبين لقد قلنا لأ نحنا وقفنا اعترضنا موكب وزير وأنا حكي بكل صراحة أنا ما كبات زبالي ولا قربت على الموكب كل ما عملته قربت دقات على أزاز السيارة لمعالي الوزير وقلت له إلي حق عندك وكل الناس بتعرف شو هو حقه عند معالي الوزير وإذا هنبي يعتبروا أنه هيدا ضغط علي ليس أكتوني أنا بالعكس أنا قويت قضيتي مستمر فيها كل الأضايا اللي كنت عم بحكي فيها كان قضية دار العالم الإسلامية ودور الرعاية بشكل عام أنا مكمل فيهم وبدأ له لمعالي الوزير الله يسمحك بعد إدلاء الملاح بإفادته قدم المحامي نزار صغي مدخلة فند فيها مجموعة من الانتهاكات التي حصلت في توقيف الملاح والشبان الثلاثة الآخرين وكيفية التحقيق معهم تستدعي طريقة التعامل المؤسسات الأمنية القضائية مع هذا الملف التنبه والحذر لما تظهره من استعمال منتوى للقانون للاستقواء على الضعفاء خدمة لمصالح النافذين سؤال أول فلماذا أوقف طارق وفراس ورفاقهما من قبل شعبة معلومات غير مختصة في هكذا قضايا أصلا هل أصبح من مهام شعبة المعلومات التحرك إرضاءا لبعض النافذين في قضية رمي نفايات على سيارة ولماذا أخضع الناشطون لهذا النوع من الممارسات التحركية الهادفة إلى تخطيم عزيمتهم طوال يومين مع منعهم من التواصل مع العالم الخارجي الأمر الثاني إن موقف مجلس نقابة المحامين في بيروت مخيب للأمان إذ اكتفت بالتضامن المطلق والكامل مع الوزير رشيد درباس المدعي معتبرة التعدي عليه تعديا عليها وعلى المجتمع المدني ووصمة عار بدون أي التفاتة للانتهاكات العديدة والجسيمة لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة وقد ظهرت النقابة من خلال هذا الموقف أكثر تمسكا بهيبة أصحاب النفوذ بحجة أنهم نقاباء سابقون من تمسكها بحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء التي من المفترض أن تكون مؤتمنة عليها ولفت صغي إلى أن المفكرة تبحث في السبل والآليات التي يمكن أن تؤدي إلى رفع دعوة قضائية على الوزير درباس على الرغم من الحصانة التي يتمتع بها الجيش يحيي عيده السبعين في مختلف المناطق وقائده العماد جان قهوجي يقدم التعازية إلى عائلة المقدم ربيع كحيل لمناسبة عيد الجيش أقيم احتفال عسكري رمزي في باحة وزارة الدفاع في اليرزي حضره رئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي ونواب رئيس الأركان وقارة الأجهزة التابعة للقيادة حيث جرت خلاله تلاوة أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش إلى العسكريين بالمناسبة كما تم وضع أكليل من الزهر باسم العماد قائد الجيش على النصب التذكري لشهداء الجيش كذلك أقيمت احتفالات مماثلة في قيادة المناطق العسكرية والقوات الجوية والبحرية بحضور ذوي شهداء وشخصيات رسمية وروحية واجتماعية وضباط من رابطة قدام القوى المسلحة اللبنانية بدوره زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سامير مقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان معايدا ثم انتقل برفقتهما إلى غرفة عمليات القيادة والتقى بنواب رئيس الأركان وكبار ضباط أجهزة القيادة وهنأهم بمناسبة العيد السبعين مؤكدا لهم أن اللبنانيين جميعا يراهنون على دور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد وأنهى وزير الدفاع الجولة في مديرية المخابرات بمعايدة ضباطها وبحضور مديرها العميد الركن إدمون فاضل هذا وزار قائد الجيش العماد جان قهوجي أفراد عائلة الرائد ربيع كحيل في حسينية محلة الخندق الغميق بيروت حيث قدم تعازيه لهم منوها بمنقيبية كحيل ومسيرته العسكرية ومؤكدا إصرار الجيش على متابعة قضيته حتى توقيف المجرم وإحالته على القضاء المختص أعلنت قيادة الجيش مدرية التوجيه أن دورية من الجيش دهمت يوم أمس منزل المدعوه هشام ضو المتهم بقتل المقدم الشهيد ربيع كحيل في محلة بددون علي وضبطت في منزله ثمان عشرة مندقية حربية وسبعة عشر مسدسا وكمية من الذخائر الخفيفة إضافة إلى أعتدة عسكرية متنوعة وسلمت المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء لازم وفي بيان آخر أعلنت قيادة الجيش مدرية التوجيه أن مدرية الاستخبارات أحالت إلى القضاء المختص اللبناني الموقوف خالد قاسم العجمي المعروف باسم خالد رحومي والملقب بأبي مصعب وأبو المجد وأبو عائشة اللبناني الذي كان قد أوقف الانتمائه إلى تنظيمات إرهابية وتورطه منذ عام 2012 مع مجموعة الموقوف مرات حمزي في الإعداد لتنفيذ أعمال أمنية وتعاونه مع إرهابيين مطلوبين داخل الأراضي اللبنانية وخارجها في إطار تنظيم بشائر النصر المرتبط لتنظيم كتائب عبدالله عزام الذي كان الموقوف قد التحق رسميا به في أذار عام 2013 وخطط من خلاله لاستهداف سجن رومي وخطف عسكري لتحرير إرهابيين موقوفين وفي العام نفسه التحق المدعو العجمي بجبهة النصر ضمن مجموعة المرابطين بإمرة أبو دجان الحمصي وأشارك في المعارك التي خاضها التنظيم وأشارت المديرية إلى أنه بالتحقيق معه اعترف أيضا بالتخطيط للقيام بعمليات خطف في مقابل فدية مالية ومحاولة الحصول على جواز سفر مزور للمغادرة إلى خارج لبنان إلى أن جرى رصده وتوقفه السفير الأمريكي يؤكد بعيد لقائه الرئيس تمام سلام استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب حضرت التطورات المحلية والإقليمية في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة تمام سلام بالسفير الأمريكي ديفيد هيل في السراية الحكومية وأشدد هيل على التزام الولايات المتحدة الدائم بلبنان مؤكدا أن التطورات الإقليمية لم تغير سياسة الولايات المتحدة أو أي من التزاماتها تجاه لبنان كما أنها لم تغير التزامها بأمن المنطقة إنه أمر مثير للقلق عندما يتخذ قادة سياسيون إجراءات أو مواقف تضر بمؤسسات الدولة التي يوجد حاجة إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى وبدلا من الصلابة فأننا نرى رئاسة شاغرة بدلا من التعاون نرى انسداد الأفق بما في ذلك بعض القروض والمنح الدولية ونحن سوف نقوم بدورنا ونستجيب لكل طلب مقدم إلينا للحصول على المساعدة ولكن في وسعى اللبنانيين وحدهم وقف هذا التمزق في المؤسسات واستقبل سلام الوزير السابق توني كرم وجرى البحث في الأوضاع العامة والتطورات ومن زوار السراي الفنان العالمي شارل أزنفور بعد العلان أهلا بكم من جديد صفحة أخبار منوعة من العالم في هذا التقرير ظهرت في سماء الأرجنتين كرة نارية ضخمة أثارت ضجة بعدما تنقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور كرة خضراء وظهر الجسم المضيء بوضوح في سماء العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وقال معظم المتفرجين أن المشهد استمر نحو عشر ثوان إلى أن احترقت الكرة النارية الضخمة في الغلاف الجوي أعترت مجموعة من الغواصين على كتلة شفافة عملاقة عائمة قرب السواحل التركية الكتلة عبارة عن جسم شفاف يسبح تحت الماء بحجم سيارة تقريبا ووفق أحد الغواصين الذي صور الجسم الشفاف أن الدائرة بدت سائلا هلاميا ولينا جدا ووفقا للتقارير فإن هذا الحيوان المائي ينمو ليصل طوله إلى متر ونصف المتر موسيقى 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 أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن الدراج كريس ريتشورث صادف على جانب الطريق في ولاية كوينزلان شمال شرقي أستراليا كونغورو صغيرا يرفض موت والدته ويصر على محاولة الاحتماء في جيبها كما اعتاد أن يفعلها قبل أن تدهسها شيارة مسرعة وشهدت هذه اللحظة تفاعلا كبيرا بعد نشر مقطع على مواقع التواصل وكتب الدراج تعليقا قال فيه بلما كان هذا الكونغورو يحاول الرضاعة من والدته كان النمل يصحف بكثافة لأكل اللحم الطازج موسيقى في ختم النشرة هذا تذكير بأبرز العنوين كان في النشرة دواعش إسرائيل يحرقون طفلا رضيعا في نابلوس موسيقى سنقطع الأيد التي تمتد إلى أطفالنا الاحتلال يتأهب والضفة تنتفد موسيقى والشاهد حبيب الله كان في الخاص بعد سبعة وثلاثين عاما آن الأوان موسيقى أن من صافر إلى إيطاليا لم يكن الإمام مرفيقيا وأن من غادر لي بهم أشخاص انتحلوا صفاتي وانتحلوا شخصياتي موسيقى شو صار بكفر من خار موسيقى وكان في النشرة ميغاي ماتيو غنت حافية القدمين موسيقى ختم النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة